وقع اليوم كل من عبد الرحمن لدغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد وبارك جاي يونغ رئيس الهيئة الكورية لمقاومة الفساد اتفاقية تعاون في مجال الحوكمة والتشريك المواطن وتناول اللقاء بين الطرفين تعزيز التعاون في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات وإرساء منظومة إلكترونية في مكافحة الفساد وهي منظومة تمكن من التبليغ الإلكتروني بقضايا الفساد كما شملت اتفاقية التعاون التنسيق حول المسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بدعم الشفافية وللإشارة فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في بداية 2013 عبد الرحمن لدغة مزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكمة ومقاومة الفساد أكد اليوم في مقر الوزارة الأولى على تشريك المواطن في الإبلاغ على الفساد وتقديم لوائح ومطالب وشكاوي وغيرها عبر تفعيل منظومة المشركة الشعبية الإلكترونية مع كوريا الجنوبية في انتظار توسيع العلاقات في شأن هذا هذه المذكرة تتحدث عن تبادل الخبرات والتجارة في مجال تطوير منظومات معلوماتية ما يسمى بالإي بيبل وكذلك التنسيق حول المسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال وخاصة في الشفافية ومقاومة الفساد ثم تنظيم ورشاة عمل وتكوين وملتقيات بين الدولتين كوريا وتونس مع الكوريا الجنوبية احنا عمل اخر ما يتسمى بالإي بروكيرمنت هو المشتريات العمومية بشكون عن بعد والمنظومة هذه من هنا لشهر جوان بشترين تكون موجودة بالنسبة للمذكرة العمل والإي بيبل هي منظومة تخلي المواطن أي مواطن خاصة في كوريا حتى في تونس بشكون في متواصل بين المواطن وبين الإدارة وبين الدولة وبين مقاومة الفساد في تونس ترجمة نانسي قنقر